ايه لانه اتبعه في نص تاني من رمضان يا دود في مسلسل مونة الزكي وفي من شاء لبيع حدي فرصة اليوم كله هشوف مسلسل منا ومسلسل مونة ومسلسل صندوق اه مسلسل دنيا سامير غانم برضو لازم حنبص عليه في مسلسل حرب بتاع احمد الساقة صح مسلسل دنيا سامير غانم حنبص عليه اكيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه انا ممكن ابقى حط الحتة اللي في الاول دي رسالة مسجلة بعد كده من كتر ما بقولها بقيت محتاج ايه دخلات جديدة الناس متخز لو ما عملتش لايكات شحروري بقى سيب الحتة دي في الايدت بقى عشان احنا بعد كده محتاجين نبتز الاودينس بتوعنا بصراحة يعني الناس المتخزلة اللي ما بتحطش لايكات ايوة اه ايه رأيك في قرعة الاهلي خير يعني اه يتهيأ لي بالنسبة لنا كله كان شابها بعضو شفت بنزيمة في رمضان يا دود اه والله كانت صهرة جميلة بارح ريال مدريد ادانا صهرة مسلية مشكرهم على ذلك الصراحة اعلان باربي شفته مش فاهم الهوس على ايه بصراحة واعلان ويس اندرسن شفناه في الستريم ومش عارف الهوس على ايه برضو الصراحة اعلان ابن الحج احمد لأ لسه ما شفتوش يا دود اللي قطات اللي بتتصرف لجعفر الجمد على تيتك بتتصرف ازاي هي دي تسريبات ان انا كنت فاكرة حاجات مش افتهاش من المسلسل يعني حاجات فاتيتني ايه رأيك في جعفر اه جعفر اس جعفر لا جديد هو موضوع ان احنا كل كم حلقة انا واقعد نسأل رأينا ايه في جعفر بصراحة ده موضوع عبثي جدا يعني انا حزهق حزهق من المسلسل نفسه انا بتفرج بالنمط الحلو اللي ممكن يزوء معي ويخليني اخلصه الاخر اللي هو هو شغال وانا بصص في الموبايل لو احمد سعد حيغني ممكن ابص بصة لو في حاجة بتضحك ممكن اتباعها كلام زي ده لكن احنا لو احنا قعد نتفرج على كل حاجة في جعفر العمدة وانعلق على كل حاجة في جعفر العمدة انا هدرس من نوكو بصراحة مشهد المعلم دودي واخناقته مع جعفر متشر عن نت بس مش عارف مجاش تلحد دلوقتي ما هو دي الخدعة لانا اتخذ عطاها يا شربيني انا كنت متخيل ان هو جيه وانا اللي فوته لان انا مش بتفرج على كل حاجة في جعفر طب هو الحاجة الوحيدة بصراحة اللي تستحق ان احنا نتناقش فيها تفتكروا ممكن يتلعب لعبة بشكل ما ويطلع سيف مش ابنه سيف ابن وش بس تبقى صايعة بصراحة لو لعبها تبقى جعندة شبه متأكدة من انه مش ابنه علشان هما بصراحة رخصوها قوية يعني هما رخصوها لدرجة تحطك في حالة من حالات الحيرة اللي هو يا جماعة هو ممكن الموضوع يكون بالسساجة والرخامة وتقول الدم ده الاجابة اه وفي نفس الوقت طب هو بما اننا وصلنا للدرجة دي ممكن يكون في خدعة هندي وحنلعب لعبة ويطلع في حركة اسراحة اه برضا يعني اه الناس بتستثمر كل شيء بما فيه رخصوهم هما شخصيا في الاحداث فانت بقيت قاعد بتتفرج وانت مش عارف اهو كل حاجة ممكن تحصل صراحة تعرف يبدو ان انت بقيت ادعفر من يومين من الحلقة اتنشر وبقيت ماشي على اللاين وفيها من المسلسل تحس انه المسلسل لكرة كده بياخد ودي معاك ايه رأيك في حلقة السوشال ميديا بتاعت الكبير يا دود كويسة بترصد حاجات مهم ان الناس تعرفها وتركز عليها وتبعت رسائل مهم برضو ان الناس تسمعها حتى ولو كانت بشكل مباشر بس اللي يضيقك ان الدحك في الواطي قوي يعني انا مش شايف ان الكبير بيتحسن خالص والخط بتاع العترة اللي قلب محمد محمود ده انا مش قادر يعني انا لما بتيجي المشاهدات بحاول على قد مقدر مبصش على الشاشة علشان مش عايز ابتدي وشي يتقلب وانا بتفرج مش شايفها ظريفة اهو خالص اطلاقا عمال بيزيد في الانحدار يعني هكولنا على نفس الصفحة مفيش الكبير احلى حلقة هتبقى بتاع اتمطش الكورة تعرف حاجة يا مروان انا شفت التريلر بتاعتها مش متفقل التريلر بتاعتها ما فيهش ولا افجام انا وقفت الكبير بصراحة الى ان اسمع ان الدنيا تحسنت زي السنة اللي فاتت ليه بطلت تتكلم عن الكبير مع انك داعم قوي المسلسل الكبير وده انا بتحب المسلسلات المسلسل ده في رمضان اتاخد لحلالات التطورت واللسه ما بماطل حلالات الكلام عبرات المزاري بتابع الكبير اصلا ما بطلت لا بتابع وانا داعم للكبير اه بس مش هدافع عن الباطل مش هشوف حاجة سيئة واقول عليها حلوة لمجرد ان انا متحيز لي او لمجرد ان انا عاوز توقع يكون صح لان انا توقعت ان الموسم الاخير حيبقى حلو وحيبقى موفق وحستمتع بيه وده ما حصلش مش هكابر لا بجد يعني انا بشكر ريال مدريد على ان هو قدم لنا شكل ترفيهي مختلف عن المسلسلات وامسية حقيقي مسلية بجد يعني مش مسلية للكل للأسف اه انا فاهم ده بس كناس نوترل مش فارق معاهم وكجمهور ريال طبعا لا انبسطنا واشكر كيسي وخدومي لان تقول هاتو 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 انتم مش وش نعمة والله هاوز ده فوت سيتشو ويشن يا دودز اه اروح بيك في حتة ضلمة او يا اسبارت يا اخوي الاكل يا ميلزش يا مال كل حاجة متل عشان كده بقولك انا بشكر ريال مدريد بجد يا جماعة حوار جانبي كده بعيدا عند المسلسلات والكلام ده انا لما بلاقي اي تجربة من اي نوع ممتعة في الزمن الجميل قوي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده بقدرها جدا فلما فيه فرقة كورة تمتعك ومع كامل احترامي بجد الجمهور برشانا مش قصدي استفزة او حاجة بيبقى موضوع ليه ايه مقاوي عارف انت كده في انجلش من نيويورك بيقولك مطش كورة حلوة دلوقتي في حد ذاته وجبة طرفهية ومتعة فوق الوصف خصوصا في زمن كل حاجة فيه بقت غالية قوي قوي بشكل غبي وبعدين انت بتجري وراها ساعيا في ان يمكن هي دي لتساعدك او هي دي لتبسطك او هي دي لتمتعك وبعدين تطلع بيخة ورخمة عارفين البوست المنتشر بتاع لما المالحي بيبقى قليل في الاكل بيبقى باسل ولا معرفش مين حاجة زي كده على فكر البوست ده واتنسني الكلمة الحقيقية ايه انا قاعدت بتاع ربع ساعة عايز افتكر احيهر بالتاني فآه نرجع تاني للنقطة بتاعة الاكل طعم الفرحة تغير عمر اللي معرفش ايه قصير الدنيا بالباية يا جماعة احنا في اليوم الكام من رمضان دلوقتي خمستاشر يوم فاحنا خمستاشر يوم فطار في رمضان يمكن يومين تلاتة اللي استمتعت فيهم بالاكل فطارا واصحورا غير كده مفيش وعملين ندفع وانكوع على حاجات ملهاش طعم فانا بصراحة بصراحة يعني انا مش مبسوط من الاكل ده الخلاصة اللي كنت عايز اوصلها لكم يعني الهرشة السابعة اتكلم وانت فاكر نفسك بتكلم من شات جي بي تي ولا ايه الصيغة دي الهرشة السابعة ابدأ الكلام انا زهقت من حوار سيف ده تعليقك على اخر حلقة من رشيد عايز اشتم عايز ما بحبش بس الواحد ساعات لما بيلقب حاجة تفرج عليها بانها زفت او خرق او الكلام ده بيحس انه هو يعني تجاوز وانه ده ما يصحش وبتاعه بس هي الحقيقة يعني تندرك تحت البند ده بس انا ما قلتوش اهو انا قاعد بأدب يعني لا 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 رشيد حلقاته الاخيرة مش حلقاته الاخيرة بس من اسوأ ما يمكن حاجة صعبة جدا 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 انا اعتقد ان المسلسل فرط منهم في مرحلة من المراحل اعتقد ان هما كانوا بيصوروا لغاية وقت متأخر ربما اثناء العرض كانوا لسه بيصوروا حاجات واعتقد ان هما عدلوا حاجات في السيناريو وعدلوا حاجات في الحلقات لان اللي احنا اتفرجنا عليه دوت مش ممكن يكون شيء تم التخطيط ليه باي شكل من اشكال العناية يعني من البداية واحنا عندنا تساؤل كبير جدا عن الاسلوب بتاع السرد وما طلعلوش اي حاجة تبراره فاسوأ الاحوال قلت ممكن يكون في توستاية ممكن يكون في حركاية ممكن نستفيد حاجة منه ما استفدناش اي حاجة من اي نوع بل بمجرد لما دخل السجن ابتدينا نوظف الاداة بتاعة الفلاشباك من خلال تحقيقات الشرطة زي ما يكون الرجل بتاع الشرطة دوت ما بيدورش على واحد هربان ده بيحاول يحلله نفسيا يعني هو داخل بيقول يا جماعة انا اداة علشان اعرفكم حاجات انتو متعرفوهاش لكن انا اللي جاية حقق ولا جاية نيل وكل شوية بس عشان يعمل نفسه شيرلوك هولمز يقعد يرسم سكتشات على الورقة عامل زي احمد المسلماني كده بيعمل من اغبة ما يمكن ملاش اي اي مع الاطلاق هو كل اللي بيقوله بيروح كاتبه بس يروح حطه تعليه ده وغيره ما عملش بيه اي حاجة على الاطلاق البصلة الاخلاقية كنت علقتلكم عليها ايه يا جدعان قتال قتلا هو براكتكلي بقى قتال قتلا يعني انا قاعد بفكر وبتفرج ومشغل مخي وهو بيهرب فيه زباط ماته فيه زباط تضربه بالنار ما حادش حيدفع تمن الكلام ده هو خلاص اتمسحت في فاروق وخلصنا على كده فيه مجرم فيه زعيم عصابة موجود معانا وفضل مكمل واحتفل معاه في الاخر على المركبة وكان زي الفل الواد ابنه كان بيتجر في الاعضاء حاجة اللي هي يعني هي بس مش جريمة اخلاقية مش جريمة بس محتاج يتعاقب عليها دي جريمة بشعة من ابشعة ما يمكن يعني جريمة بتخلي الشخص بتاعها مجرد من الانسانية ومفيش تمن لده مفيش اي نتيجة لده خلص ومعلش مش عشان انا بحب ممدوح وعشان بحب خالد كمال وعشان محترم الكاست الى حد كبير ومحترم الكونسبت الى حد ما يبقى فيه صدواجية في المعايير لما فيلم عمهم ادفعه تمن غالي قوي للي هو عمله ده وبعدين اجي عشان خاطر رشيد واقول ماينس واحد ولا ماينس اتنين لا دي جريمة يعني وبعدين تيجي تتكلم على الاقاع والاجواء ايه يا جماعة ايه يا جماعة طرش اللي احنا كنا فيه ده يعني زي ما يكون اللي بيحكي نفسه مش حاسس باي حاجة من الحاجات اللي هو بيحكيها اللحظة الكشفة عن ان امير لسه عايش وعن ان صلاح معاه معدية بشكل عابير ولا حتى المزيكة ما عليتش يا جدعي صوت المزيكة ما عليش زواية الكاميرا ما لعبتش فيش اي حاجة حصلت الاحداث بتاعت الحلقة الاخيرة كلها على بعضها مفيش بنيئة منفعل الحاجة الوحيدة يعني انا يا سؤني ان في البداية كان فيه اداءات تمثيلية حلوة وكان فيه بعض الرسم لبعض الشخصيات كان كويس وكان فيه رسم لبعض العلاقات بشكل كويس بس كل الكلام ده خلاص يعني حتى عشان افتكروا بقى صعب يعني صعب بقى افتكر ايه اللي كان كويس في المسلسل في البداية اللي خلانا نتابعه اللي خلانا نرتضط بيه والكلام ده لكن في النهاية فيش حاجة كويسة وصعب بتلاقي مدخل انا حتى مش عارف اجيلك منين ده اي زاوية نخش منها حنلاقي مشاكل مش عدد الحلقات هو اللي زنقك في ده هي طريقة تنفيذك للحلقات وبعدين انت ما كنتش مجبر على حاجة ما تعمل اللي انت عاوز واخر مشهد الاوفردوز منقول يعني في قدر كبير من التأثر بعدد من الاعمال اول حاجة جات في دماغي منظر الصهرة بالقعدة بالكلام ده وات شوية فورست جانب بتاع الجيني لما كانت حتقدم على الانتحار وبتاع بس هو خلصوا بطريقة تانية المشهد بتاع صلاح لما اتقفش ان هو متجوز واحدة تانية ده مشهد مكرر من البيل بواب محمد رضا ونعيمة صغير وصفية العمري حتى تقريبا كلمة بكلمة وبيت ببيت زي ما بقولك من الواضح ان الناس ده يتفكروا واشتغلوا اول 3-4 حلقات وبعد كده همهم الاكبر بقى لا احنا الوقت سرقنا الدنيا فرطت مننا وعايزين نشوفها نقفل ازاي وخلاص هم فتحوا خطوط كتير ومعارفوش يقفلوها اللي هم كرويتوا اخر حلقة عشان مش عارفين نقفلها ازاي ده اكيد بس مش ده بس اختياراتك يا جماعة رشيد وهو بينقص سيف من قبل ما ينال نفس النصيب بتاع الجريمة وهو شخصيا دخل على مجرمين عوتاتها الاجرام وبالمسدس تاك في دماغه تاك في سدره فانت ايه كتسبت المهارات دي منين ان شاء الله نحن قصة حياتك قعدنا فيها من اول حلقة لاخر حلقة وعارفين كل اللي حصل فيها جبت منين يا حبيبي الشطارة الفضيعة دي وكل ده ملوش حواقب ملوش تمن خلص ازاي يا جماعة موضوع العدسة الهيزي ديت والاضاءة لا هي بتوجه على العينين وبس بتعملش حاجة يا ربنا ما يحكمك على مسلسل يا عام رمضان يا رايس افرح وخلاص ما تدورش على جودة عشان مش هتلاقي لأ يعني انا بقول يا باشا ده من الجمل اللي انا بقولها من بداية لما قلت يا مراجعات وبداية لما قلت يا تقييمات والكلام ده كله انا قلت كل مسلسل او كل فيلم او كل عمل بيشيل شلته يعني انت جاي من الاول كاتب شيك بتقول انا عاوزة تحاسب على الاداء ده عاوزة تحاسب على المستوى ده عشان كده وإحنا بنحاسب جعفر بنتغضى عن بلاوي ليه هو جاي من الاول بيقول كبر دماغك حقدم لك شوية كوميديا ويمكن تتحك حقدم لك شوية لحظات مؤثرة ويمكن تتعلق بيها او تتواصل مع المشاهدين شوية اكشن حاولك تهد فيهم وكلام زي ده وحزق معك لغاية نهاية الشهر امين يا سيدي انا موافق رشيد وهو بيطرح باعته في الاول ما كانش كده كان فيه علاقات مبنية كويس كان فيه جدية شديدة في رسم الاحداث كان فيه لعب بالنراتف غريب وغير معتاد خلاني اترقب انت عاوز تقدم ايه من خلاله وبعد كده طلع اقل من جعفر احنا قفلنا على نوت اقل من جعفر بكتير كمان اكتر مسلسل مقلب في رمضان انا موافق على التقييم ده كل ده ممكن الواحد يعديه بس مصير ابنه انه عد عادي ولا اكنه عمل حاجة انا حاسس ان هما شخصيا معرفش بقى مين موافق معي على حاجة زي كده هما عادوا لغاية فترة متأخرة في المسلسل مش عارفين يعملوا ايه شخصية الابن بل عايز اصل لدرجة من الهبد ان انا اقول هما لغاية الاخر كانوا عملين يفكروا هما حيطلعوا ابنه فعلا ولا لا تحس كده تحس ان اللي عامل المسلسل مش مالي ايده من اي حاجة يعني طلعت الاضاءة هي الوحشة مش النضارة اللي محتاجة تتغير لا ده لو كل واحد شاف الاضاءة السايحة ديت وقام لما عنضارته ده زمان نضاراتكم اتنحل وبرها خلاص لا يا باشا نضاراتكم بخير ونظاركم بخير ده مدير التصوير اللي كان بيفن ومش فاهم ليه يعني دي حاجة كده احنا معتدين عليها لما يكون السيناريو احلام مثلا وبتريت اقول هوا ممكن في الاخر يطلع في اجزاء كبيرة من اللي احنا بنشوفه ده مش حقيقي مثلا حيتجرق ويعمل حاجة زي كده طلعا ما عندوش اي حاجة ايمكن يكون كان عندو حاجة ما معملهاش اتفق يدوت في كزا حلقة كانوا بيقولونا حتى ما يعرفوش اسمه سيف ايه يعني كممكن ما تلعش ابن انا بقولك كانوا محتسين فيها مش عارفين يتصرفوا ازاي ده احساسي والله اداء محمد منضوح بعيد عن الحبكة معاك دي النقطة اللي انت بتحس فيها ان خلاص يعني محمد منضوح ممثل كويس كويس جدا كمان وبالنسبة لنا احنا في الدراما العربية يعني اعتبر من الصف الاول الممتاز بكل تأكيد وفي نقطة معينة خلاص ما بقاش قادر يقنع ما بقاش قادر يشيل الحمل ده فدي دي لك الانطباع لقدي ايه الموضوع بقى صعب في الاخر خسارة والله رشيد انا ما عرفش بقى خسارة ولا مش خسارة موضوع ان كل حاجة في الدنيا نقعد نقول عليها فرص مهدرة ايه عم احنا مالنا احنا عايزين مهاجمين هدفين يا بيه كل شوية تقولي فرص مهدرة فرص مهدرة حفظ القاعد جم من محمد شريف انا هو عمالي ضايع رغم انه جاب جون يعني مبارح هو ليه لازم يكون زنقة في التصوير اللي عمل لرمضانية في حين ان في مسلسلات بتخلص تصويره وتسلم حلقات بدري ايه سبب يعني انا بباقتش فاهم وبعدين احنا قولنا عاوزين نعمل 15 حلقة علشان دي من المشاكل اللي احنا بنتعرض له وحقيقي حسنا بقيمة 15 حلقة في بعض المسلسلات فموضوع بقى تقولي الزنقة والشدة والجدول لا لا ده ما بقاش عذر مقبول متولع لنا شامعة ايكيا دول لان فيش شامعة ايكيا فيه فنوس جديد دخل معانا في الست مش عارف انتم مش شايفين ومحدش تكلم عليكم هو مسلسل الاربعة من عشرة انا شايفه في خيالي 3.5 من عشرة يعني الرقم اللي جي في بالي وانا عمالك قايم في الموضوع لا اربع عداية يعني انت كنت قريب جدا من ان الموضوع يبقى متميز درجة التميز في عدد الحلقات اللي كانوا كويسين في الاول مع بعض الاداءات التمتيلية وتكريم خاص لخالد كمال اللي هو حتى في المشاهد اللي كانت صعبة يمكن هو اللي سيلك في الاخر ويمكن انا متحيز له لان انا عجبني اداءه من البداية بس اه 3.5 اربعة حاجة زي كده ما ينجحش خالص هو لازم يا 15 يا 30 كان ممكن يكون 17 معك حق ودي نقطة احنا كنا اتكلمنا فيها بان زمن المسلسل يجب ان يكون زمن المسلسل اللي هو عدد الحلقات اللي انت محتاجها علشان تكتب بس لا يعني في الدراما الاجنبية وما ده متسألنيش انا في موضوع المسلسلات اللي ان بحبش المسلسلات اصلا بس في الدراما الاجنبية هما متعودين على ده مفيش حاجة اسمها كده لازم تديني عدد معين علشان اعرف اوظفه في خريطة واوزع حاجات حواليه علشان كده تلاقي اغلب المسلسلات الاجنبية الموسم بتاعت عشر حلقات 8 9 بتاع لما بنروح بلاتفورمز 100% بيبقوا براحتهم بس حاجة هتنزل في التلفزيون لا دايما ليهم عدد بس بيخلو العدد معقول فانا شايف ان 15 رقم مقبول علشان تعرف تبلجع عليه حاجة تانية اه انت حتاخد نص الشهر وغيرك ياخد نص الشهر ودنيا تكمل انا قابل انا قابل لل 15 تماما وبعدين باشا رشيد اللي احنا تفرجنا عليه ده لو كان 3 حلقات كان حيخيش لو كان 7 حلقات كان حيخيش مش ال 15 هيا اللي عملت فيه كده خلص التوست بتاعت اسماء لها هدف واحد ان يكون الكل خان رشيد لانها مش منطقية وفيها تغراد بالهبل وهافق جدا 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 ولو هو دوت اللي انت كنت عاوز تقدمه من خلال المعالجة الجديدة بتاعت القومتو دو مونتي كريستو يا خسارة يا ليه نقعد ده كله عشان هو دوت اللي في الاخر اللي في الاخر في جوع بيتك امينة خليل اللي عجبت في رشيد امينة خليل اللي عملت ايه في رشيد ايه يا جماعة اللي كان بيحسن رشيد ده عامل زي لما يكون مطعم ناجح وبعد كده صاحبه مات واخواته وولاده ورسوه وقرروا ان كل واحد فيهم ياخد شوية فروع في الخدمة بقت زي الزفت واكل الاكل بقى وحاجة زي كده يعني ايه 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 ده حاجات نرفز الحقيقة اه انا يا سوقني ان انا لو حد عاوز يختار مسلسل يتفرج عليه لا ارشح له رشيد ولو ابتدى يتفرج على الرغم من نصيحتي في الاول حيقول لو ما دي بيقول وقش ليه ده حلوة قوي وبعدين هتفتكرني في الاخر وتقول يا ريتني اسمعت كلامات يا ريت نوثير الجدل والقول ان الهرشة السبعة لا يا دود قلبي مايجبنيش مش هقدر لن استطيع الهرشة السبعة حلو جدا 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 عندي بس عندي رأي جدل عاوز تطير الجدل يلا نوثير الجدل على الماشي اهو معاز لسه بيسأل ايه رأيك في الحلقة ال 14 من الهرشة السبعة كانت لازم تكون الحلقة الاخيرة السيكونس بتاع الكامبينج اللي كان حصل في البيت عندهم ده والمزيكة والرأسة والاغنية والحدوطة بتاعت الفروج بتاعت الدفضع والكلام ده لسه خلاص بالوصلة المزيكة الاخرانية بربطها بالتترات بتاعت النهاية باش هنزل كلمة النهاية والمسلسل خلص كده حلقة الاخرانية مش حولناها وحشة بس في تقدير الشخصي ما كانش ليها لازم الحلقة ال 14 كانت حلوة جدا كنت فاكرها الاخيرة جدا كان نفسي يعمل كده كرسي في كلوب الثوابط الرمضانية حتى الجديد منها خلصت كده هم 14 حلقة وخلصت بنقفل على ايه بنقفل على possibilities على امكانيات حلوة خلاص احنا عملنا اركي يا جماعة مش محتاج اللي حصل في الحلقة الاخرانية وما بقولش عليه وحش بس انا حسس ان انت جيد في الحلقة الاخرانية عاوز الرسالة تبقى اوضح وعاوز تقول نصائح عاوز تقدم دليل للناس لكيفية انجاح العلاقات او على الاقل تجنب الانطرفاشلة في العلاقات وفي الاخر رح تمسك مدفع رشاش وروح تقيل كل حاجة ممكن تتقال في الدنيا فظهرت كما لو كنت ما عندكش وجهة نظر شوية حاجات يقولها معرافش مين العلاقات بتفشل عشان العلاقات بتفشل عشان العلاقات بتفشل عشان كل ده وهو كله كلامه وجيه ما احنا عارفين بس طالما انت ما تبنتش وجهة نظر معينة او اسلوب تفكير معين يعني يبقى أنت شخصياً ما عندكش وجهة نظر قوي وده مقبول برضو يعني مش بقول أنه هو وحش بس اللي أنت عملته في الحلقة الأخيرة بيخليك تبان زي ما تكون عندك وجهة نظر بس في الحقيقة أنت ما عندكش جالكم كلامي برضو أن أنت كان ممكن توظف خطوط خفيفة حتى في الأجواء الحادة جداً اللي كانوا في آخر خمس ست حلقات يعني النهار ده اللي هو عمله في موضوع السباك ومحمد ممضوح ده على فكرة في حاجات شابهة دي كانت ممكن تتوظف بشكل أو بآخر ومكانتش حتبقى غريبة قوي على الأجواء وأنا كنت محتاج ده يعني أنا كنوعية مشاهد كنت أحب أن ده يكون موجود في المثلث مش مختلف مع أنك تتبنى الجانب المظلم تماماً بس لو كنت وظفت ده كنت حتكسبني أنا أكتر كنت حتطنع أكتر بس لا الهرشة حلوة قوي يا جماعة الحلقة الأربعة عشر رائعة جميلة أكتر حلقة أنا تأثرت بيها وأنا بتفرج الرسال بتاعتها ما كانتش مباشرة وكانت وظفوها من خلال الحدوط اللي حصلت توافق شكل الحياة ما بين الشريف وجوليا وسلمة كل الكلام ده كان عجبني جداً هو طبعاً المسلسل الأفضل تقنياً بكل تأكيد الأفضل على مستوى الصورة على مستوى الألوان على مستوى الديكورات على مستوى الإخراج بكل تأكيد على مستوى الأداء التمثيلي يبدو إنه هو في تكريم كبير لكل اللي فيه أنا عجبني الأداء التمثيلي بس فيه حاجات كتير في الأداء التمثيلي ممكن تكون معجبني أو يمكن يكون فيه ناس أنا أصلاً مش بحبهم قوي في الموضوع أثر شوية على حكمي في الموضوع قد يكون ده الحسن خط الشريف وبنته كان نسمة هواء مش هقول نسمة هواء عليل ولا صاقع ولا بارد هي كانت زي ما نكون قاعدين بنتفرج على بحر ساكن كده أو حتى الموجات بتاعته متوقعة وانت شايف إنها جاية حتى من العنوان والكلام ده وفجأة كده راح تجيلك دوامة في وسط الماية ديت أنت ما كنتش متخيلة خالص يعني أنا لما شفتها أنا اعتبرتها توستاية أنا اعتبرتها التواقة وحاجة جديدة يعني قفلنا على حاجة في آخر حلقة خلتني حجنن وشوف الحلقة اللي بعدها فده برضو كان شيء موفق جداً منه رأيك فعلي آسم من الأفضل إلا ما يكون الأفضل أعتقد إن هو شهين الأفضل ما لش أنا آسف هاخد منظور ذكوري شوية في حطة التقييم بتاع الأداءات التمثيلية أولاً الكبار قبل أي حد الكبار حمان سليمان يمكن عندي سيك التحفظ على حبة الدلع والسهواكة اللي كانت عاملهم في بداية علاقتها مع عماد رشاد لكن الباقين كلهم متميزين جداً وأنا في رأيهم الأفضل حتى لحظات التأثر بتاعتهم ولحظات الغضب لحظات الحزن الكلام ده كله أنا مقدره ومحترمه جداً من رباعي المقدمة مش عايزة بقى برتبهم بس أنا أنا بفضل علي آسم وشاهين عن أسماء جلال وأمينة خليل أنا مش عايزة رتبهم بس يعني تيقلي أن علي آسم وبعدين شاهين ومش عايزة رتبهم بس يعني هو علي آسم وشاهين وبعدين أسماء جلال وبعدين أمينة خليل بس أنا مش عايزة رتبهم عشان هو الأداءات التمثيلية أصلاً ما يفعش تترتب فأنا عمري ما حقول حاجة زي كده أحلى حاجة في الهرشة إنهم جايبين ناس تقيلة تدينا الرسالة عكس الصفارة ورمهلنا كده وخلاص قبل عكس حس إن الصفارة بص الهرشة السبعة لغاية الحلقة قال 14 ما حاولش يواجه رسالة من أساسه وده أحلى شيء في الدنيا هو قدم دراسة لأسرة معينة وبعدين ترك الموضوع مع عدد كبير من الإمكانيات بعد ما الرحلة بتاعت الشخصيات تعتبر اكتملت وده شيء أنا كنت محترمه جداً الصفارة مسلسل أخف بكتير فمن المنطقي ومن المتعقع أنه يواجه لك رسالة في النهاية الغريب في الهرشة السبعة إنه هو واجه في الحلقة الأخيرة وحاول يواجه لك رسالة برد في الهرشة السبعة رسالة طلعت مشوشة جداً في الصفارة طلعت واضحة جداً ما ينفعش ما تفهماش وما ينفعش ما توصل لكش مع الفارق يعني ده منه سلسل كان هدفه الأساس إنه هو يضحكك مش قطر اللجان فين يا دود أهي دي حاجة برضو تحترمها في الهرشة السبعة إن الهرشة السبعة لي محبين جداً وأنا من ضمنهم والنجوم بتاعه ليهم ليهم فان بيز محترمة وكبيرة وبتكبر سنة عن سنة والناس بتقدرهم أكتر وبترتبط بيهم أكتر ومع ذلك مين فيكم حس إنه هو خاف ينتقد حاجة في الهرشة السبعة أو حس إنه هو ممكن يتعرض لهجوم غاشن من حد على السوشال ميديا المجرد إنه هو من الفان كلاب بتاع أمينة ولا بتاع أسماء ولا بتاع شاهين ولا بتاع علي ودي كلها حاجات كبرت حقيقي بقى عندهم فان بيز محترمة تحس إنه انت في جوه محترم كلم عن حاجة محترمة وممكن تقول رأيك ورأيك دوت ما يعرضكش لإنك تتعرض لهجوم أو كلام زي ده ودي حاجة الصراحة مفتقدينها في حاجات تانية كتير خلونا خلونا واقعية مثلاً ما نقدرش نرتبهم برضا ما يصحش أبداً يعني إيه نرتبهم مثلاً المثلين بيروحوا يشتغل عشان في الأخير نرتبهم نقول علي آسم شاهين أسماء جلال أمينة خليلي كلام فارغ كريم الشنوي اتطور عن قبيل في رأيك طبعاً استغل الحاجات اللي هو شاطر فيها واتطور كتير من ساعة الجميل في الهرشة السابعة إنه هو تناول موضوع مستحيل يكون ما يهمش حد يعني أي حد من 18 سنة في المفوق تقريباً يهموا الموضوع ده اللي لسه بيفكر في الارتباط أول لسه حتى ما عندوش مشاريع ارتباط بيبتدي يفكر هو المستقبل شكله عامل إزاي ويخوف ولا ما يخوفش البيوت الكتير اللي فعلاً في الفترة الأخيرة بقت بتتخرب بعدد كبير قوي عن أي فترة تانية هل ده اللي أنا مقبل عليه ولا لا الناس اللي بتتجاوز اللي في أول الجواز اللي بتدوى يحصل بعض المشاكل لا قدر الله الناس اللي ما توفقتش في العلاقات بتاعتها الناس اللي تخطط ده الناس اللي عايشة ومش سعيدة كل الناس يهمها الموضوع ده عشان كده انت قاعد بتتفرج وفعلاً نفسك تطلع بحاجة تطلع بحاجة تفيدك تفيد علاقتك توصل لحاجة مهمة أنا في رأيي الشخصي أهم ما قيل ومش قصدي إن الباقي كله مش مهم الباقي كله على مستوى الدراما على مستوى التعائدات على مستوى التكسيد على مستوى الحدوتة على مستوى الدراسة على مستوى الكلام ده كله زي ما بنقول من الدرجة الأولى تقريباً على مستوى الدراما العربية لما امينة خليل بتقول لها يعني انا فوت له هو يفوت لي والحياة تمشي اه هو ده هو ده الجواز هي دي العلاقات وبعدين تضيف لها مكون مهمة قوي بقى اللي هو اللي قاله شهينة النهاردة احنا من اول المسلسل لغاية دلوقتي نسينا الكلمة دايات زي ما تكون عيب يعني الحب هي فعلا مهمة جدا هذا الموضوع ما هو دوت اللي بيخلي الناس تفوت لبعض يعني هو لما عيد ريال طرحت وجهة النظر او شخصيتها نقل لما طرحت وجهة النظر قالت لك اه انت تفوت وهو يفوت والحياة تمشي ده مش حكاية ان احنا الاتنين قاعدين على القنبلة موقوطة وبنفوت عشان ما تنفجرش في وشنا في اي لحظة انت بتفوت لحد لانك بتحبه هو بيفوت لك لانه بيحبك وبيقدر تفوي تكليل لانه هو باقي عليك لانه عنده ليك رصيد ودي برضو من الحاجات اللي اتكلم عليها النهاردة شهين لما قال نفتكر للحاجات الحلوة زي ما احنا بنتكلم زي ما بيفتكر للحاجات الوحشة لبعض دايما فكويس هو ده تقال بس تقال في وسط زوبعة من الحاجات التانية اغلبها ما يعني دخل من الودن بيه وخرج من الودن مشهل محمد شهين مع داليا ونظرته لما قال شريف عزي منه هو كان اه اتورد انا اتزنقتله موت شهين شاطر يا جماعة وعلى فكرة انا كنت عيبت شوية على الكاستنج شويس بتاعت الهارشة السبعة من خلال حرصه على ان كل الشخصيات يبقى شكلها حلوة بزيادة يعني بس شهين كاستنج شويس رائع لان شهين اكتر واحد يوم شابه انا شويس وبكرش مش طلع يعقدنا بامي الجسم والكلام ده عنده كرشة وشخصية دابدوبة ولما كبر في السن شعره ضرب ابيض وحاجات بالطريقة دا ده كاستنج شويس كويس البقين بقى مستفزين جدا بزرعة اللي فصل نيسيكا زي ما بقولك القتامة الشديدة للاحداث في قدر كبير من المسلسل اورب نايتو والملأمة الزيادة في الوظائف بتاعت الشخصيات نجاحهم الحتمي في كل حاجة هما بيعملوها والكلام ده دود موسيقى واغاني الهارشة السبعة نخبوية شوية بس فيها حاجات حالة فيها حاجات كتير حالة تقييمة كامل الهارشة السبعة تمانية ونص سبانية السبعة خلص ولسه معرفناش اللي حصل في جمسة انا لو جاءتلي فرصة لو جاءتلي فرصة اكلم امين ولا عايز اسأله على حاجة في الموضوع ده مش السؤال المباشر بتاع ايه اللي حصل في جمسة ولا بتاعه هل اصلي خالي بالك في ناس كتير وهي بتكتب بتبقى حتى الخلفيات وقصص لحاجات كتير ما تتحكيش فهو ممكن يكون عارف فعلا ايه اللي حصل في جمسة او ممكن يكون لما لقى الافي جاب مع الناس بتادوي يفكروا ايه اللي ممكن يكون حصل في جمسة او يكونوا حتى هذه اللحظة ما يعرفوش ايه اللي حصل في جامسا فانا عايز اعرف اجابة هذا السؤال يلا بقى الصفارة افضل مسلسل في رمضان من حيث الكوميديا اداء احمد امين في الدراما عالي اوي انا ماشي انا معرفش موضوع الدراما ده اداء امين في الكوميديا هو الافضل في رمضان السنة دي بصحب الطهر دسوقي وانا اتكيفت جدا من الصفارة وانبسطت جدا من الصفارة او ده مسلسل مبني كويس ومشي حلو ووصلوا فيه اللي هم عاوزينه وقفلوا بشكل مناسب والرسالة بتاعتهم مكتملة ودحكونا في اوقات كتير وفي بعض الاوقات غاب فيها الضحك وهو ده اوات اللي دايقني بصراحة شوية ممكن نعتبر مسلسل الصفارة مسلسل درامي وفيه بوزق كوميديا لا ماينفعش لان هو كان بيحاول بس في اوقات كتير كان الميزان مفقود شوية يعني هقولك حاجة الحلقة الاولى جامدة جدا وفيها تقديم لحبكة ومن خلالها تم تقديم ضحك الحدوطة الاولينية بتاعت الراجل الغني التخين انا في رأيي الشخصي مع الاخيرة هما الافضل على مستوى الكوميديا والدراما لان هما فيهم رسائل وفيهم احداث والحكمة بتاعت الموضوع بتبتبه تتبلور والضحك للركب انا كنت بضحك مش عارف اخد نفسي من الاولينية وبعدين خدنا منحنى تراجع من اول الحدوطة بتاعتناونا وبعد كده الراجل الاب بتاع العيال كان فيها شوية حاجات بس مش كلها كان بتضحك وبعد كده الراجل التالي كان بعد كده تبلطاجي بعد كده الشوجر دادي او العكس وبعد كده الشخص الغني اوي اللي بيموت دي كانت ظريفة شوية يمكن ابتدنا نطلع شوية في المنحنة بتاع الضحك ختاما بالحلقة اللي هو كان فيها قاعد فوادي ومش عارف يعمل ايه انا عارف او كان عندي ثقة من البداية انك لو حطيت امين في حدوطة او في افتراض سيناريو في الدور دا في انها شخصية معيبة بسبب معين وحتاخد حاجة مش شبه اللي اتعامل من بداية المسلسل ضروري حيطلع منها دي احتجامت وقد كان الحكاية بتاعت انه مش لاقي حاجة يعملها وقاعد يرازي في الراجل اللي بيمسح العربية وكل شوية خش عليهم ومش عاجبه واخوه لشان ما بيقفلش التكليف انا اتحكت جدا في الحدوطة الاخرانية بالتحديد انا في رأيي الشخصي هي اول واحدة الافضل وراها اخر واحدة وبعد كده بتاعت اللي كان بيموت وبعد كده نونة والباقي عادي بقى ما فرقوش معايا بنقدم من خلالهم حكم بنقدم من خلالهم حاجات بس الدحكة ما كانش في افضل احواله عشان كده انت لما قلت درامي مش مختلف معاك قوي بس لا هما كانوا بيحاولوا لكن عامليني يحاولوا في نفس النقط ونفس البونز ونفس الطريقة وما كانتش جايبة معايا والختام بالحكمة المباشرة والكلام ده متوقع مش غريبة والمستشفى اه انا نسيت حلقة المستشفى كانت زريفة بس برضو مش اعلى درجات الدحكة اللي كانوا حلوين فيها المجنين التانيين بس انا مش عايز رتب الحلقات طبعا يا جماعة يعني هو ناسو ما بتقدمش حلقات علشان نقعد نرتبهم يا اخوانا مش ده المفروض خلص الحلقة الاخيرة من الصفارة دراما بس بيقطع الدراما بحطة كوميدي رهيبة اه اتسرع ايطا لا بس هو هو لما كان كل شوية يقطع الاجتماع بتاعهم ويجيب معاستان دوتشات والبتاع هو ده هو ده اللي هي سكتشات دحك انا مش عارف احكي هلك لان هو الدحك موجود في اللي هما كانوا بيقدموه مش في نوكت انا ممكن اجيح اقعد هلك وخلاص عجبكم في الاخر الحتة بقى بتاعت الحكمة بتاعت النسخ الكتير والنسخة الاصلية وانك ما ايه الكنز ولا اللحظة اللي انت عاوز تروح لها او تسافر لها هي دلوقتي مش الماضي ولا الحاضر احمد امين كان طالع في تلت الشاشة وصيبت تلتين التانين فاضين عشان لو حد عايز ياخد سكرينشوت ويكتب الحكمة هنا وينزلها على فيسبوك في شكل حكمة او كلام زي ده لو حد شافها على فيسبوك اعمل لي تاج ونبي يا جماعة او على تويتر ايه رأيك في حوار الصفار اتنين حلو حلو ايه المشكلة بس مش على طول يعني امين محتاج يفصل وانا اعتقد ان هو بيحاول يحافظ على النمط واتمنى انه ما يكونش بيعمل كده بشكل منتظم اوي انه بيحاول يوازن ما بين الادوار الجدة والادوار الكوميديا ده شيء على عينيه وعلى رأسيه بس انك تحط نمط لازم كل سنة مرة كوميديو مرة جد مرة كوميديو مرة جد مرة كوميديو مرة جد مرة كوميديو مرة جد حتتورد في مشاريع مش حاليه باب مفتوح والمشروع الكويس هو اللي يكسب بس انا حابب اشوف الصفارة بيرجع بعد ما يوحشني شوية فاحب اشوف الصفارة اتنين بس ما حبش تشوفه في رمضان اللي جاي على طول هي مش هتبقى الصجاة الصجاة مش الصفارة that would be nice او ان هو مثلا تحصل له مصيبة ويضطر يلجأ تاني للشيخ ده علشان محتاج الصفارة برضو ده وات مقبول مش هاد قاعدة العرب بتاعت الصفارة جامد كانوا بيهرسوا في الافهات كان حلو جدا بس كان محتاج يبقى تون داون شوية يعني المعلم فارخة دولة المعلم ديك دوت بموضوع صوته صايع موت بشكله بكل حاجة بس خف على الافي مش كله كله افهات فراخ 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 درست منك شوية يا دود مش حاسس ان الميكب في مسلسل الصفارة كان عليه تحفظات في معظم القصص معظم القصص لا كمان هم اخدوا السكة السهلة في حاجات كتير اصلا مش كلهم كانوا حاجات صعبة يا دود يعني كده ممكن نقول للصفارة من افضل وقلت في الحاجات الكوميدي اللي اتعملت اخر خمس سنين مثلا واحمد امين هنا ولا الوسائي هنا احمد امين هنا عن الوسائي في رأي الشخص اه ممكن نقول طبعا احلى كاركتر في الصفارة هو وجيه اخناونه الصفارة الصفارة 18 انا عايزة دي الصفارة 18 في حدود ما يمكن ان اتوقعوا من الكميديا العربية في الوقت الحالي الصفارة كان لازمه 30 حلقة لا 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 ده هو يسيبك وانت عايز حلقات اكتر يبقى ده اكبر نجاح للخمستاشر حلقة قالت راجعه احمد حلمي وهنيدي وساعد انها امال الكوميديا الصارخة بما ان الجلي جديد لما يستطيع لنسبة نفسه في الكوميديا باستثناء سلاسي فاهمي وشي كوميديا دود احنا لسه نتكلم على امين وبنقول عليه شاطر والشباب الصغيرين طهد سوق ياهو اول مرة اول واحد بياخد شوية مساحة شوف عمل من خلالها ايه وفيه زيه كتير جدا لا لا ان شاء الله باذن الله جيل انتهى وانا حزين وانا بقول انتهى يعني بس لا لا انا مش متشائم بالمستقبل بالعكس ده انا متفقل بالمستقبل اكتر لان الاسماء الصغيرة الشابة فيها حاجات كتير احسن من اللي من 3-4-5 سنين كنا بنقول عليهم الشباب وهما دول اللي شاينين لواء الكوميديا من غير ما اقول اسماء بقى عشان ما زعلش حد لاني ما ينفعش اقول اسماء زي علي ربيع واسقص والناس دول طبعا ما يصحش ان انا اقول اسماء خالص زيه بزبط ما كانش يصح ان انا اردت بالشخصيات بتوع الهرشة السبعة وبالزبط زي ما ما كانش ينفع اردت بالحلقات بتاعته السفر كل دوت غلط ما ينفعش يتعمل ايه لانه اتبعه في نص تاني من رمضان يا دود فيه مسلسل مونة الزكي وفيه من شاء الله بيقى حدي فرصة اليوم كله هشوف مسلسل منا ومسلسل مونة ومسلسل صندوق اه مسلسل دونيا سامير غانم برضو لازم هنبص عليه فيه مسلسل حرب بتاع احمد الساقة صح مسلسل دونيا سامير غانم هنبص عليه اكيد جد سليمة دونيا ياس انا مبسوط باننا النهاردة بنضغط تزر الريست ودخلين في جولة جديدة من المسلسلات اكتشافات جديدة وكلام جديد بجد موضوع الخمستاشر حلقة ده يعني بنهاجم صناع الدراما والقائمين عليها والشركات الانتاج والكلام دوت بقى لنا سنين بنفس الكلام السنة دي مع العدد الكبير للمسلسلات بتاعت الخمستاشر انا حقيقي مبسوط حتى المسلسلات اللي كنت بتريتها زهق منها زقت معها تحت حجة كده كده هيخلصه خلاص عايز اقولك ان من اسباب رشيد تلاتة ونص مش اقل من كده موضوع انه هو خمستاشر حلقة الحمد لله انه اجاب على قد كده تامر محسن في نيوتن ولا كريم الشنوي في الهارش كريم الشنوي في الهارش تامر محسن التلاتين حلقة برضو خربوا عليه حاجات كتير في المسلسل وش رأيك في مبارات نابولي اللي جاية لا حاوله ولا قوة تقيلة بالله نابولي مع نفسه ولا نابولي مع ميلا بالتحديد خايف والله بس انا بس انا عاوز التقاهل بتاعت شامبينز الناس عارفة من بداية الموسم كورتر فوينال شامبينز ليج بالنسبالي كان حلم انا كنتش متخيل فمش حفتري احنا هناخد البطولة يا دود جمد قلبك انا قلبي مش رهي في رايس انا زي الفل عدنا عدنا ما عدناش مش مهم يعني ما فرحتش بماتش الدوري يا دود لا يا دود طبعا فرحت بالدوري انا كنت حجنا انا بقولك يعني ما عنديش امال كبيرة على موضوع شامبينز ليج انا ازعل لو ما وصلناش لو ما خلصناش طوب فور بس في الدوري ده اللي يزعل وبعدين للامانة اداء ميلا قدام نابولي في الماتشين بتوعه الماتش اللي كسبه والماتش اللي خسره يزعلك على الموسم ده ان لو شوية تثبت في المستوى بس بالسكواد ده من غير تعاقدات ولا من غير مركاته ولا من غير ادارة ولا من غير الكلام الكبير ده كله الموسم ده خسر النضاع شوف انا بتكلم على بعد عشرين نقطة مثلا من نابولي وبقولك الموسم ده خسر النضاع يا دود من مركاته هو اللي بيتثبت المستوى لا يا دود ما نابولي عد عليه اوقات وفيه لعبة محورية ما كانتش موجودة وما حصلش فيه كده عايز تقولي ان الدبف بتاع نابولي اعظم من الباقي بكتير يعني ده يا دوب جاب بديل لكل العيب مشي مش اكتر من كده نفسي ميلان يوصل نص نهاية ابطال الاوروبا برشونة هياخد دوري اسباني ويبقى كده تعاشد الله الله طبعا برشونة اخد الدوري الاسباني خلاص تريسا مستني تلمت عن سره الباتع لا انا قطعت سره الباتع خلاص من قبل معرف سره الباتع نشوف الصندوق على شاهد ايه رأيكم الصندوق المسلسل اللي حيثبت ان سيف مش ابن جعفر العمدة بل هو ابن شريف اللي خلفه لما كان عايش في منطقة شعبات يلا مين starting now متفرج على الانترو بقى انا اول مرة بتفرج على الانترو بعدين بتفرجش عليها تاني النهار ده اتفرجت على الانترو بتاعت الصفارة مرة اخيرة تكريما لنهاية المسلسل سماحة انور نايس اجواء من الغموض والجريمة ضيف الحلقة الكتب احمد مراد بيمثل حلو مراد الشاشة مضلمة شوية والباليتة بال قوي بهتانة شوية مش كالورفل يعني هنا ابتدت حزن نحس بشوية فيبرانس بس قبل كده كانت برضو مفهوم في الاجواء البوليسية والغموض والحاجات دي ايه ده صاحبهم من الهرشة السبعة هنا هو برضا علي قسم جاب صحابه معاه يعني بقى بدين بشوية اجواء غموض كده عايزين نفهم الدنيا رايحة فين حلوة الفكرة تحت الميستري بوكس ونشوف الدنيا متوجهها لفين قاسف على القرف بس ثقافة الترجيع في التواليت دي مش مصرية خلص مصريين كلهم عدم الوزراء بيجراجعوا بيرجعوا في الحوض ايه ده فيه ناس بترجع في التواليت تيجوا يا جماعة نقفل المسلسل ونتكلم بترجعوا فينا ايه مكنكم المفضل للترجيع سوقوا على الموضوع سوقوا على الموضوع احنا ايمن تصحر كمان شوية هو علي قسم المفروض شاب في العشرينات مبدأ ايه ما عرفش علي قسم في الحقيقة عنده كم سنة صغمش كبير وفي نفس الوقت مفيش حاجة بتطرح فكرة ان هما كلهم في نفس السن تسعة وعشرين طيب فيه المشكلة تسعة وعشرين ممكن يعمل لغاية تراتة وعشرين وعشرين عادي موضوع مش صعب عليه وشكله يجيب هو مش شكله عجوز ستة وتلاتين اه لا ستة وتلاتين كيبير شوي يعني تلاتين مثلا كويس علي بس الشكله الصراحي يجيب في قاتين العمر مستريح يعني مش مش ارلي توينتيز تعالوا نقول مش ارلي توينتيز وكفاية جوزت بقى خلونا نركز في الشخصيات اه خلال كاميرا ايه له حب خلال كاميرا ايه زريف داش انا اسف لكل الناس اللي جاية تهيت على داش ازره بحبه بسرعة في حد كاتب داش ممكن يعمل من عشر عشر داش صغير داش 22 سنة تقريبا درجة اهتمامهم بالموضوع مش مبررة او دي الحاجة الوحيدة الفصيلة في الحبكة لغاية دلوقت يعني التصرف المنطقي طالما المحتويات داد ما فيهاش تهديد مباشر عليك هو انك تتجاهلها او توديها البوليس لكن انك تحقق فيها شخصيا ايه تدفع لحاجة زي كده فضول ده قالك ده قالك حتنقص حيات بني ادم فيهاش فضول دي فيها اليافة وراك هي ايه الممثلين اللي ما بيلفوش ده اللي ما تعبت من الموضوع ده اختفاء الصحافية قروا مرات في ظروف غير دي رهما عبقى فوق جاين له ممثلين كتير عارب من مسلسلات اخر خلصت ماشي يعني مدايقنيش غير التفصيل اللي انا قلتها دايت بس يلا نتجه للصحور صحور اللذيذ ان شاء الله واجهزتنا هي اصبوع ظريفة وبي باي